طلبت وكالة فونتاجيو الخصوصية بعد خبر وفاك منبين صراحة الوكالة ان اجراءات جنازة منبين ستتم بشكل خاص وهادئ حيث ذكرت كالتالي عائلة منبين التي حزنت بشدة بالاخبار المؤسفة المفاجئة ترى في اقامة الجنازة بهدوء ويتمنون ان تتم الجنازة بكاملها من مراسم وحدث بدون اي صحافة او مرسلين ويريد افراد الاسرة تخطيط من هم في حالة حداد وحزن نطلب باخلاص ان تجعلوا رحلته الاخيرة جميلة ان لله وان اليه راجعون توفي الشاب منبين عضو فرقة استرو وذلك عن عمر نهز الخمسة وعشرون عام عيس ابلغت السلطة الكورية انه تم العصور على المغني منبين واسم الحقيقي منبين ميتا في منزله بالعاصمة الكورية انسول في حوالي الساعة الثامنة وعشر دقائق ويعتقد انه مات منتحرا لكن السبب الرسمي للوفاة ما زال معلقا وبعد وفاة منبين اصدرت فرقته بيانا تعزيه فيه وقالت فيه اقارب منبين وجميع من عملوا معه بما في ذلك زملائهم في الفرقة حزنين بشدة على وفاته وجميع اعضاء الفرقة في حزن وصدمة شديدين وطلبت فرقة استرو من المعجبين بعدم الاستماع للتقارير التخمينية والخبيثة حيث تتمكن العائلة من التعافي التي حزنت بشدة من الاخبار الحزينة اعزي المتابعين بكده بنكون وصلنا لنهاية خبارنا اليوم دمتم بامان الله والسلام عليكم